أكدت روسيا أنها لا تخطط لإغلاق سفراتها في أوروبا ردا على إجراءات وصفتها بغير الودية من الغرب وتوسيع عقوباته على موسكو وشدد نائب وزير الخارجية الروسي أليكزندر جروشكو لوكالة العلام الروسية على اقتناع موسكو بأن عمل مكاتب التمثيل الدبلوماسي مهم وجاء التعليق الروسي ردا على تعرض السفير الروسي في بولندا لمضايقات أثناء إحياء ذكرى يوم النصر